انا بشتغل بالجبصين، بالبوليستر، بالسيليكون، الريزن، أبوكسي، بكافة الأصناف الصب بلشت بالصب الشلالات، الملكانات تبعت الذهب، صواني، ورد اي شي ضمن هاي المواد عم بيشتغل فيها الحمد لله في مجالات كبيرة بتنشغل بهذا الشي المواد الطبية الأساسي وصعب انه تنجاب من بره وعم تكلف كتير جيبة نحنا فينا بإمكاننا انه نفوت فيها ونشتغل فيها مثل أطراف مستعارة لأخوات لنا في حالات بتر كتير وبدون أطراف فينا كمان نشتغل لهم الطرف صداعي، هلا أنا تعلمت هذا الشي من عن طريق النات مقاطع فيديو كتير اتفرج عليها لحتى تعلمتها وأعمل تجارب كتير ضليت أكتر من سنة تقريباً وأنا ليل نهار أسهر بالغرفة لحتى أتعلم هلا الشلال هو عبارة عن جبصين وشوية شمينته بيضاء طبعاً حسب حجمه نخلطه شوي بشوية ماء وبعدين نصبه ضمن الآلب يتحرك الآلب شوي إنشان تفاصيل الهوى تطلع من قلبه وبعدين نكمل صب نرجع على مادة البوليستر، البوليستر هو عبارة عن مادة سريعة تصلب نريد عيار منشف وعيار مقصة طبعاً عيارات بين كل منتج ومكتوب عياراته عليه تخلط نسبة المنشف على حسب عوامل الجو تصب مثل عندي إيد الملكان والرأس الملكان أيضاً عيارات البوليستر مع بودرا مع كربونات كالسيوم مع كوبال ومع منشف هذول ينخلطون مع بعضهم مع اللون اللي بيناسب حسب المطلوب منك يعني وبتصبون وفي عنا مادة السيليكون مادة السيليكون نحن نستخدمها للصب الأولى فقط المعانات اللي عم نعنيها بتواجد المواد المواد ما عم نلاقيها بالأمر الهيين ومادة السيليكون بسبب غلاءة كمان كتير وبدأ تأمين صعب يعني ما كنا نلاقيها بالأمر الهيين واسمه حتى غير اسم برا المنتجات اللي عم صنعها أنا سعرها كتير غالي وعم يدخل لهون بسعر غالي كتير أنا حبيت إنو وصلها لكل إنسان يشوفها بسعر رخيص ما بسعر غالي يعني منتجاتنا تقريباً ما بتتجوز الخمسة دولار بشكل عام موسيقى 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 موسيقى